الحقيقة لازم أتوقف عند شريكة العمر وشريكة الإبداع وشريكة كل ما هو جميل يعني الحقيقة يعني سواء على الشاشة أو بره الشاشة الأستاذ فردوس عبد الحميد بنحفظكم يا رب وبدأ فيكم سعيدكم فكرة اختيار الأستاذ فردوس أنا كنت قريت لحضرتك تصريح أن لو حضرتك هتقتار ألف مرة هتقتار برضو الأستاذ فردوس عبد الحميد هي اللي تقدي الضور بتاعة أم نجيب الرحالي ممكن أسأل حرك ليه؟ شوف هو طبعا في حلقة كان المفروض أنها أم قبل نجيب رحالي ما يكبر كويس وكان عنده وقتها 12 سنة أو أخول أكبر منه كان عنده 14 بس ده كان حلقة وحدة ومشاهد محدودة حقيقة يا فردوس كانت رفضة تعمل المرحلة دي قلت لها المشكلة دلوقتي أنه هجيب ممثلة بتعمل كم مشهد في حلقة فأني ممثلة يعني كبيرة أو كويسة هترضى تيجي تعمل الدور محدش صعب فإذا أعطر ألجأ إلى ممثلة أقل قيمة فنية أو أقل قدرة فنية تعمل دور تالت كده وبعدين إحنا المفروض في العالم كله على فكرة وده موجود في ممثلين بيعملوا أدوار شباب بيستخدموا التكنولوجيا وصلت دلوقتي إحنا للأسف يعني الميزانية ما سمحتش إن نستخدم التكنولوجيا دي لأنها موجودة بتغير الشكل خلص بتتنقلي من مرحلة سن المرحلة سن تماما وده موصلين كتير بره بيعملوا ده دلوقتي يعني موصلين كبار بيعملوا ساعات مرحلة شباب في الفلاشباك مثلا يدري أمر له آه يعني ما يجيبوش بقى حد تاني إنما التكنولوجيا قادرة على إنها تعمل ده ده ساعات حتى في موقع ساعات الموبايل يحب يهزر معاك بغير الصوت ونغيره وشه عايزة غير لك وشك حطه يعني كلعبة من الألعاب لكن عشان دي التعامل بقى كتعايزة امكانيات تكنولوجية فده كان الاعتراض الوحيد بس من نصف ده دي حال أو خلاص ليه بقى هي بقيت الدور هو طبعاً الأب مات على طول في حق التانية وتحملت هي إنها بلا أي موارد الأب مات بعد ما تم الحجزة على كل ممتلكاته وفاءاً لديون سابقة يعني رجل كان فيه بيتاجر في الخيول وكده في السوق فقط عن أي تاجر بيبقى عليه ديون تاخد منه بيت وكل ممتلكات ومفضلش حاجة وروحوا سكنوا في بادروم في باب الشعرية جابته لهم الشغالة اللي كان بتشتغل عندهم قبل كده في القصر يعني فإذا ست بتتحمل مسؤولية تربي أربع ولاد في مراحل دراسية مختلفة ومنهم هم ثلاثة والولد الثالث من زاوي القدرات الخاصة عندهم مشكلة يعني فكل دول طب تربيهم إزاي فقسوة فيش مصادر طرت إنها تطبخ بالأجر لبيوت إنها تعمل كنفا وتبحها وتعمل مفارش وتبحها اللي هي الست اللي كانت عيشة في قصر هانم فإذا عايز ممثلة عشان القسوة بتاعتها ما تطلعش مجرد قسوة إنما موجود إنما الظروف هي اللي ضغط عليها يعني الدور كان صعب جدا على فكرة وفضلت عيشة رفضة إنها تعترف بيه كممثل لحد ما في مرة يعني سمع كترجبة مترو أو ترام يعني كانوا في مصر جديدة في الوقت ده فكترجبة المترو بسمعات ناس بتكلموا عن ممثل مش عارف إيه بتاع فيتلهم ده بني وده نجيب قيل الكلام ده في المذكراته على فكرة ورحيت له المسرح ودي كانت بالنسبة لنجيب رحاني نقلة فضيع لأنها طول الوقت كترفضة مسألة التسخيص هو على مستوى المجتمع ككل كان بيرفض رفض التسخيص ووقتها كان حتى يقولك لا يؤخذ بشاهدتهم في المحاكم على سبيل المثال فترة من فترات يعني فدي در مركب جدا فكان لازم لي شخصية لازم وسيلة وإمكانات زي الأوسط تردوس طبعا طبعا فشاكيا